إزاي معرض الكتاب بيدينا فرصة أن احنا نطلع على ثقافات لدول أخرى بعيدة أو قريبة لكن الحقيقة نستفيد من هذه الثقافات ومن يعني كل القصص اللي بتعيشها هذه المجتمعات نعود لأستاذ محمد نبيل الكاتب ورئيس الإدارة المركزية للنشر بالهيئة العامة للكتاب أهلا بحضرتك أهلا بيكم نكمل على العبور للقارات بالثقافة ومد جسور المعارف والحضارة المصرية تصل في أقصى أطراف الأرض إلى النرويج كان النهاردة في قاعة المناقشات أو القاعة الدولية كان فيه نقاش في حضور مؤلف كتاب النيل مهم جدا نعرف قد إيه النيل مهم لكتير من كتاب ومفكرين أوروبا وغيرهم تاريه تافيت مؤلف كتاب تاريخ النيل أو نيل مصر تحدث اليوم أكثر من ساعة ونصف عن عظمة نيل مصر وكونوا يعني باني أو مؤسس للحضارة المصرية أو مشارك بشكل كبير جدا في الحضارة المصرية عايز أقول تاريخا وحاضرا ومستقبلا كان كل الحضور كان في نوع من النقاش القوي جدا طيب نروح بعد كده لإهتمام معرض الكتاب بتكريم يون فوسة وهو أحد كبار أدباء النرويج الحاصل على نوبل كما نوبل عندنا كانت من نصيب نجيب محفوظ أيضا لنجيب محفوظ ندوة كبيرة بعد غد إن شاء الله برضو في جناح النرويج يتحدث أو تتحدث أدباء النرويج عن إمكانية ترجمة روايات كبار الكتاب المصريين إلى اللغة النرويجية بالمناسبة هذا محورا هاما وهو الترجمة من العربية إلى اللغة النرويجية على اعتبار أنها ضيفة الشرف تعالوا كمان نتكلم على أمر مهم جدا وهو فلسطين كانت لها بعدا عميقا في معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 5 فبراير يوم مخصص بالكامل للحديث عن الأدب الفلسطيني شعر وقصة ورواية إلى غير ذلك القضايا الفلسطينية الهامة في محاور بقى نتكلم عليها كده تحت عنوين مصر والوضع الفلسطيني الرواهن إلا أين القضايا الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري عايز أقول أن حلو كمان إن احنا في أجازة موسلسنة وعندنا رواد كتير من الطلب لها المشاركين فمهم جدا أنهم يعوا هذه السوابط المصرية تجاه القضايا الفلسطينية من خلال معرض القتال ده إحنا بدأنا قبل بداية كمان أجازة نصف سنة وكان الإقبال ربع مليون زي ما حضرتك قلت أو يناهز 250 ألف ضيف للمعرض عايز أقول لحضرتك كمان يعني وحن ما دمنا بنتكلم بقى على المؤتمرات المهمة والندوات الهمة تنسيقية شباب الأحزاب لها التراث الثقافي وأثروا على ترسيق الهوية الوطنية أو الهوية المصرية كثير جدا من ندواتنا تدور حول ترسيق قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن وحماية وصيانة الهوية الثقافية الوطنية طبعا لما ناخد شعار أو يكون يعني بطل المعرض أو شخصية المعرض الدكتور سليم حسن وهو الأسري الأشهر على مستوى مصر والعالم وفي مجال هذا العلم أيضا وبالأخص 16 جزء للموسوعة مصر القديمة وهو ما ترجم لهنري جيمس بريستد فجر الضمير وترجم وكتب بالعربية والإنجلزية والفرنسية كتبا عديدا منها أبو الهول ومدريات مصر في الدولة القديمة هو أول من قسم أو قدم لمصر التقسيم المحلي للقرى والمدريات في مصر نتكلم كمان عن اهتمام معرض الكتاب للطفل قاعة متفردة أو قاعة مخصصة بشكل كامل للطفل المصري المتالي دي من أكثر المناطق اللي فيها حركة ورش ومميزة جدا في معرض الكتاب جدا كل دور العرض المخصصة العنوينها للطفل بكل أشكال الكتاب الملون والمقروء إلى غير ذلك كمان فيه ورش للطفل للقراءة والحكي بالمناسبة فيه ورش مهمة جدا يعني يعي ويقرأ لازم يكون فيه عوامل جذب ليه بعيدا عن الألعاب والإنترونات والحاجات اللي هي طول الوقت ومواقع التواصل للتماعي لما الثقافة بنقول بتحافظ أو بتنتصر كما انتصرت قواتنا المسلحة والشرطة المصرية نحيي الشرطة في عيدها في سيناء ضد الإرهاب أيضا وكما انتصرت أيضا القوى الصلبة في كل مجالاتها أيضا القوى النعمة من خلال الثقافة تنتصر للمستقبل وتنتصر للواقع يعني التراءة والثقافة أحد أهم الوسائل في تعليم الهوية وترسخها والمواطنة لهذا الجيل اللي احنا بكل تأكيد بنستهدفه في المقام الأول الجيل الصغير والشباب ودول يمكن بيمثلوا أعتقد الأغلبية من رواد معرض الكتاب لما نقدم ورش للحكي عن سيناء وما أهم توقيت في الكلام عن سيناء هو الآن لما يبقى أطفالنا كلهم بيسمعوا إيه هي سيناء وإيه هي بشغف شديد جدا إيه هي قبيلها وإيه هي أحداثها وتاريخها وكيف تم التضحية وكمان بالمناسبة بالإحتفال بخمسينية أكتوبر كمان بيسمعوا عن ورش الحكي عن أبطال أكتوبر ومعارك أكتوبر وانتصارات مصر ضد إسرائيل في حرب 73 وفي الجوالات الخمس ما قبل حرب 73 بكل تأكيد إن شاء الله يعني دورة فارقة في معرض الكتاب السناني كل النجاح والتوفيق بنفتخر بهذه الدورة شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا